هي زيارة الطلاع وتقييم لتجربة الموريتانية في مجال زراعة القمح استهلها الأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم العربي رفقة والد رارزة محمد أحمد مولود مع وفد من المنظمة العربية للترمية الزراعية برئاسة مديره العام إبراهيم الدخيري استهل الوفد هذه الزيارة من مزرعة الهمار الخصوصية التي تمتد على مساحة 1500 هكتار خصت منها 200 هكتار لزراعة القمح وقد أحيطت هذه التجربة بما يلزم من معدات ولوازم بدءا بإدخال التقنيات الحديثة وانتهاء بنوعية البذور زرنا في هذا الصباح المشروع الاستصلاحي الكبير في أركيز وأيضا رأينا الكثير الذي يمكن أن يقال في هذا الصدد من جهود الدولة الرامية حقيقة إلى استصلاح الأراضي وتمكين المنتجين في شكل جمعيات تعاونية لاستفادة من هذه الموارد الموجودة والآن نحن هنا في إطار تجربة أخرى يقوم بها القطاع الخاص الموريتاني والسوداني هذه المزرعة فيها 9 محاور أربعة منها خصصة للقمح أو للقمح ونحن الآن نقف في أحد هذه المحاور في مساحة 125 فدان تقريبا 50 هكتار أنا أريد أن أركز على أن هذه التجربة هي المطلوبة الآن وموريتانيا تتحسس جهودة المستقبلية في تحقيق الأمن القزائي وفي تحقيق التنمية الزراعية المتوازنة أنا أرى أن هذا دور رائد جدا للقطاع الخاص بالتأكيد تحت تشجيع الدولة على مستوياتها الإقليمية وعلى مستوياتها المركزية القطاع الخاص هو المعنى حقيقة بالعملية الإنتاجية ولكن يريد ظروف تهيأ له بواسطة القطاع العام وهذا ما قامت به الدولة الموريتانية نحن في المنظمة العربية للتنمية الزراعية سعيدين نكون جزء من هذا المشروع المحاطة الثانية من زيارة الوفد كانت في مقاطع تركيز وتحديدا مشروع سصلاحي 3500 هكتار من بحيرة تركيز الذي دشنه رئيس الجمهورية مؤخرا بين الوافد ومجاري هذا المشروع الزراعي تجول الأمير العام لوزارة الزراعة والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق حيث تابع الجميع شروحا فنية عن مكونات وأهداف المشروع هذه القناة الرئيسية هي تروي تمتد على 19 كيلومتر وتروي مساحتها للتلافة 1500 هكتار كلها ترويها ريئين سيابي إلا 250 يتم ريئها عن طريق الطخ مشروع عبارة عن زلاز مكونات مكونات 600 مكونات 600 هكتار والتي تروي يتم ريئها عن طريق أربع قنوات فرعية كل قناة فيها حوالي أربع قنوات زلازية التروي مساحة 36 هكتار وتستعد هذه الأراضي لمستصلحة للدخول في الحملة الزراعية المقبلة مختار بابو الأحمد وقناة الموريتانية من مزارع الكيز